السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة دول القطار عليه. طيب خلاية تبريد وشفطات هي الحل. لخفض الحرارة ما عملتش كده ليه. طيب لو ما فيش خلاية تبريد ولا شفطة ولا مروحة. بس المكان بتاعك بقيد عن عن عشعة الشمس. زي مسلا دور ارضي فيه فيه اوفا ايه دور تاني. يبقى كده كويس. ترامض فيه دور ودور دور ارضي ماشي. هقول لك لان ما يستعمل. طيب السقف. والسقف مش 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 سطوح مش سطوح الشمس. يعني ضربة فيه طول النهار. يعني السقف بتاعي كويس. اه فيه سقف تاني فحيش من الشمس. كويس. طيب سقف لدور تاني مع تهوية جيدة للمكان طبيعية. بدون مراوح انا بوصف اول مكان ربت فيه الايلان في حياتي. لم يكن هناك اي امكانيات. الا ان المكان كان مناسب. بانه يمر في الصف خير دون مشاكل. لكن يتم خفض الانتاج. اخفض الانتاج شوية عشان ادي راحة للارنب ودي له تهوية جيدة. وفر الاكسجين كافي. بقلل العدد. وتعليل الضغط وكسافة المكان. كنت كنت بجمع التلقيحات كلها في اول شهر يونيو. اللي هو شهر سبعة. حمل فقط. فتكونوا الولاد في شهر ايه? في شهر في شهر يوليو رضاعة فقط. يعني اجف بعد شهر يونيو. اللي هو شهر ستة. بجي في شهر يوليو ايه? بقى في رضاعة فقط. يعني الارنب اللي ولدت من شهر اه من شهر ستة. يجي يرضع في ايه? في شهر سبعة. رضاعة فقط. ويكون الفطن في شهر اغسطس. في شهر ايه? في شهر اغسطس. وبعدين ادي راحة شهر. بعد راحة شهر اغسطس ما فيش تلقيح ابدا. من شهر تسعة بقى? ابدأ من شهر تسعة ايه? تلقيح جديد. ثم يعود لبرنامج التلقيح على على عشر يوم مرة اخرى. تلات سنوات بنفس الطريقة. قبل منقل بقى العنبر وتجهيزات اخرى. حبيت اعرض نموذج عملي لفترة من ايه? من بداية في الانب لان كنت مربى نفس الظروف. وده ممكن تعدي. الصيف. مكان جيد تهوية. يكون فيه تهوية جيدة ماشي. بعيد عن اشعة الشمس ماشي. اكيد المربي اللي مش مجهز مكان جيد زي زي المربي مثلا في غرفة. والشمس طول النهار ضربة في جدرانها وسقف المكان السطوح. ده طبعا هيبقى زي الفرن. مش مكان التربية اهم شيء في اي مشروع المكان. طيب مفيش حل بالنسبة للدور الواحد والشمس ضربة في سقف العنبر بالنسبة لو السقف السطوح. ممكن تفرد اه بلاط من الاش. اه فوق السطح. تحد من درجة الحرارة على السطح المباشر. وترش مية عليها. في ايام في ايام الحر مسلا او الشرد. في فكرة تاني كنت منفزها في المزرعة وهو استخدام. وماشي تزليل الصوب الزراعية. اه يعني اه اه ده انت عندك وماشي اللي بيظل له بيه الصوب الزراعية. ده بيعكس الشمس. مش وحش. ده بيقلل من اشعة الشمس على المكان. ودي من الافكار اللي عجبتني لو عمبرك دور واحد السقف نفس السطح. ان اقتضع هذا الغطاء على السطح. يعني الغطاء على ارتفاع اتنين متر من السطح. وفرد بلاط القش على ارضية السطح. وبترش مية عليها هيقلل جمد الحرارة. والافضل ان يكون لديك اشفات ايه? مع خلاة تبريد. ده برضو بيحسن من الايه? من 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 درجة الحرارة. ويخلي عندك يعني درجة الحرارة مقابولة وسهلة. والارنب بتاعك يقدر تكايف مع الجو.